محمد بن راشد يشهد افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب تنفيذي الشارقة برئاسة ولي العهد يطلع على مشروع جزيرة المجاز المقر الرسمي لاحتفالات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية حيوكم الله كانت هذه أبرز عنواني أخبار الدار قدمتها لكم أنا نازك شمري من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام أما الآن أدعوكم لمتابعة التفاصيل بدأت بقصر بيان بدولة الكويت أعمال الدورة الرابعة وثلاثين للمجلس الأعلى لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد الدولة في القمة ويشارك في القمة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل المملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آثاني أمير دولة قطر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاعي بالمملكة العربية السعودية وصاحب السمو سيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء كما يشارك في أعمال القمة معالي الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد وصل والوفد المرافق لسموه إلى دولة الكويت للمشاركة في أعمال القمة الرابعة وثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا وقد كان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في مقدمة مستقبل سموه في صالة التشريفات الأميرية في مطار الكويت الدولي حيث هنأ سمو أمير الكويت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على سلامة الوصول متمنيا له والوفد المرافق طيب الإقامة بين أهله وفي بلده وقبيل مغادرته إلى الكويت استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في فندق ميدان في منطقة ند الشبا في دبي استقبل الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية ترك مانستان والوفد المرافق حيث تناول الحديث بين سموه والرئيس الضيف سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي بين البلدين ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدولتين كما اشهد الرئيس محمدوف بن نهضة المباركة التي تشهدها دولة الامارات حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الاعلى لمجموعة طيران الامارات ومعالي السلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ومعالي عبيد بن حميد الطير وزير الدولة لشؤون المالية ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عم ديواني صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ورجل الأعمال سعادة جمع المهجد رئيس مركز جمع المهجد للثقافة والتراث وسعادة خلف سعيد سليمان مدير عم دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة حسن عبدالله العظب سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان وسعادة أوراز مراد قربان سفير تركمانستان لدى الدولة وفي سياق منفصل رعى صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رعى حفلة تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب في دورتها الثامنة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهنأ صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم الجهات العربية الفائزة بالجائزة وبرك جهودهم الطيبة التي تخدم مصالح الشباب العربي من أجل توفير مصدر رزق دائم لهم وبناء مستقبل يبشر بالخير وكرم صاحب السمو راعي الحفل الجهات الداعمة لريادة الأعمال في الوطن العربي والتي شملت فئات أفضل مبادرة لدعم ريادة الأعمال وأفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وأفضل صندوق تنمية لدعم ريادة الأعمال وأفضل مؤسسة تعليم عال داعم لريادة الأعمال بالإضافة إلى أفضل مبادرة مسؤولية مجتمعية لدعم ريادة الأعمال وأفضل مبادرة مرشدي الأعمال حضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عامي ديواني صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق ضاحخ الفانتميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عامي دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة سامي ضاعن القمزي مدير عامي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى العاصمة أبوظبي حيث استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كيم كوانجين وزير دفاع جمهورية كوريا الجنوبية الذي يزور البلاد حاليا ورحب سمو ولي عهد أبوظبي بالوزير الكوري وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين بروابط صداقة متميزة وتناول لقاء سعرض أوجه التعاون بين البلدين في الشؤون الدفاعية خاصة فيما يتعلق بمجالات آليات التنسيق والتعاون المشترك والبرامج التدريبية وإلى الإمارة الباسمة وبرئاسة سمو شيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارق رئيس المجلس التنفيذي عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارق اجتماعه الأسبوعي بمكتب سمو الحاكم واطلع على عدد من المقترحات التي تقدم بها السادة أعضاء المجلس لتطوير العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية معتمدا بعضا منها وموصيا بدراسة البعض الآخر باستفادة تمهيدا للاعتماد اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارق في اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارق رئيس المجلس وحضره سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس على التقرير المقدم من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام حول جولة الشارقة الترويجية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي شاركت فيها 21 جهة مثلت عددا من الدوائر الحكومية ورسائل الإعلام المختلفة وشركات القطاع الخاص بالإمارة وأشاد المجلس بالدراسة التي قدمها مركز الشارقة الإعلامي موجها للمركز بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس والجهات الحكومية المعنية بوضع مخرجات الجولة موضع التنفيذ وفي جديد الاجتماع اعتمد المجلس التنفيذي مذكرة التفاهم المزمعي عقدها بين دائرة شؤون الضواحي والقرى ودائرة الخدمات الاجتماعية والتي أوضح سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى إنها تهدف إلى تعزيز التعاون وتعود بالمنفعة المتبادلة على الطرفين بما يخدم الصالح العام فيما أطلع سعادة طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية المجلس على مقترحات لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشرقة بتعديل أوضاع أبناء المواطنات ليكون مسويا للمواطنين ليطرح بعدها سعادة المهندس صلاح بن بطن مهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة الدراسة المعدة حول استعمالات الأراضي بمنطقة الصناعية الرابعة مقدما عددا من المقترحات والتوصيات التي من شأنها معالجة الوضع الرهن وقد اعتمد المجلس الدراسة ووجه الدائرة بوضع التوصيات موضع التنفيذ ثم استمع المجلس التنفيذي لشرح من سعادة ناصر خميس النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بشأن طلب بلدية خرفكان تسوية وضبط المناسيب بالمديرة حيث وجه المجلس دائرة الأشغال للعامة بعمل دراسة وفية حول المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية وبعد أن اطلع المجلس على مقترح استعرضه سعادة المستشار سلطان علي بن بطن مهيري أمين عام المجلس التنفيذي رئيس لجنة الإشراف على مراكز فحص المركبات الخفيفة في إمارة الشارقة حول تعميم تجربة الخصخصة في قمة الفحص الفني للمركبات الثقيلة وافق المجلس عليه ووجه أمانته العامة بمراجعة العقد وتفاصيله مع شركة الشرقة لإدارة الأصول في دائرة المالية المركزية وفي سياق ما تضمنه جدول الأعمال بارك المجلس اعتمد صاحب السمو حاكم الشرقة لشعار الهوية الترويجية للشرقة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014 مشيدا بحفل إطلاق الشعار كما اطلع المجلس على مشروع جزيرة المجاز الذي يشرف عليه مركز الشارقة الإعلامي ليكون المقر الرسمي لاحتفالات الشارقة بهذه المناسبة وقد أعلن الشيخ سلطان بن أحمد القاسم في ختام الجلسة عن حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي مقدما الدعبة لسادة رئيس وأعضاء المجلس لحضور الحفل الذي نظمه مركز الشارقة الإعلامي في تمام الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري بقاعة الجواهر في إمارة الشرقة في مدينة العين استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد أنهيان ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان سموه استقبل سعادة أحمد يوسف محمد الصديق سفير جمهورية السودان لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه وتبادل سموه مع سعادة السفير الأحاديث حول علاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين مرحبا به ومتمنيا له التوفيق والسداد في مهمه بالدولة حضر المقابلة الشيخ هزاع بن طحنون أنهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وعدد من المسؤولين وعود إلى الشارقة حيث تستمر الاستعدادات الحثيثة لانطلاق واحدا من أكبر المهرجانات السياحية في المنطقة مهرجان الشارقة المائي الذي يقام في ديسمبر من كل عام هذا وقد تفقدت عدسة أخبار الدار استعدادات هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الجهة المنظمة للمهرجان الذي يعتبر احتفالا تراثيا يعكس اهتمام الإمارة بالثقافة والتاريخ والحياة البحرية وسيشمل المهرجان فعاليات متنوعة وينتهي برنامج المهرجان بأكبر حدث رياضي تستضيفه الشارقة كل عام وهو جائزة الشارقة الكبرى الذي يتضمن الجولة الختامية لسباقات الزوارق السريع الفورميلا واحد وللحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا سعادة خالد جاسم المدفع مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة استاذ خالد مرحبا بك وفي البداية تعودنا في كل عام من أعوام المهرجان أن تأتوا بجديد خاصة بالفعاليات المصاحبة والأفكار المطروحة هذا العام ما أبرز ما ستتضمنه الدورة الجديدة للمهرجان وكيف هي استعداداتكم لانطلاق هذا المهرجان السلام عليكم وعليكم السلام عليكم نحن أول شي نشكركم على الاستضافة هذه وإن شاء الله مهرجان الشارقة المائي بينطلق إن شاء الله بكرة إن شاء الله يوم الأربعة بيكون اكتاح مهرجان الشارقة المائي إن شاء الله الرسمي ومهرجان الشارقة المائي السنة فيه فعاليات وأنشطة جديدة مشوقة جدا لجميع أفراد العائلة ولجميع الأعمار بتكون فيه إن شاء الله ثلاث بشكل عام الحديقة مقسمة إلى ثلاث أقسام بيكون فيه قسم خاص بالأطفال وقسم ثاني اسمه قسم المرح وفيه قسم الكبار قسم المغامرات إن شاء الله بيكون فهذه الثلاث أقسام فيها فعاليات وأنشطة كثيرة وبتكون إن شاء الله من تاريخ 11 اللي هو بكرة إلى تاريخ 21 اللي يتصادف في فترة إجازات المدارس وفي حديقة المجاز نعم أيضا المهرجان يتضمن أكبر حدث رياضي في المنطقة بالتأكيد هي جائزة الشارقة الكبرى للفورميلا واحد وهو حدث يحظى بمتابعة عالمية طيب هل أنتم جاهزون لانطلاق هذه الجائزة الكبرى؟ إن شاء الله نحن دائما جاهزين وهذه السنة الأربعة عشر اللي يكون فيها السباق ينعقد السباق هذا في إمارة الشارقة في بحيرة خالد بالتحديد ويكون السباق تاريخ 12 و13 من شهر ديسمبر الجاري اللي بيحدد فيه إن شاء الله السباق هذا بطل العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورميلا واحد لسنة 2013 ونحن طبعا كلنا متشوقين وننتظر التحدي الكبير هذا اللي بيكون في بحيرة خالد إن شاء الله على يوم الخميس والجمعة إن شاء الله وننتظر نشوف المتائج ونشوف الفائز إن شاء الله اللي بيثوج فيه فائز السباق في المركز الأول والثاني والثالث في إمارة الشارقة نعم كل التوفيق لكم في جهودكم الحثيثة سعدة خالد جاسم المدفع مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة شكرا لكم شكرا شكرا أخبار الدار متواصلة وتتابعون بعد فاصل قصير برنامج زايد للإسكان ينظم ملتقى الشركاء لتوزيع القروض والمنح والمساعدة السكنية رفعا للمستوى المعيشي للمواطنين ومن جديد نواصل عرض ما تبقى من أخبار المحلية فأهلا بمن انضم إلينا مؤخرا وكذلك بمن تابع أخبار الدار منذ البداية تعزيزا للمستوى المعيشي للمواطنين نظم برنامج زايد للإسكان ملتقى الشركاء لتوزيع المساعدات السكنية التي تنوعت بين قروض ومنح إلى جانب عرض المنازل والمجمعات السكنية محمد الجنيدي كان معهد مزيد من التفاصيل الحصول على منزل مستقل هو هم كل رب أسرة في سائر دول العالم ولكن في دولة الإمارات تضع الحكومة هم المواطنين على رأس أولوياتها فهنا في الشارقة في ملتقى الشركاء الذي نظمه برنامج زايد للإسكان توافد المستفيدون بكل سعادة وفخر لاستلام طلبات المنح والقروض السكنية تحت الشعار الريادة في إسكان المواطنين فكرنا في ملتقى الشركاء أن يكون في مجمع سكني قائم يعني متوقع أن يسكن على أرض الواقع على أساس أن المواطن يشوف النوعية التي يقوم فيها برنامج زايد للإسكان من ناحية إشاء المساكن يشوف بعينه المسكن وكل الخدمات المرتبطة فيه بناء مجمعات سكنية ومساكن تتناسب مع احتياجات المواطن من حيث الحجم والشكل هذا ما ارتأى إليه برنامج زايد الإسكان لإقامته الملتقى في منازل ملموسة وضعت على أرض الواقع طال عمرك اليوم سعادتنا ما توصف بهذا الشيء الطيب يعني جزاها الله خير رئيس الدولة والشيوخ ما قصره والحمد لله على المكرمة الطيبة هذه وهذا الشيء طال عمرك يفرح الجميع يعني منه صغير وكبير والحمد لله جزاهم الله خير يوم يوفرونه والأمن والأمان هذه السعادة التي ترتسم على وجوه المستفيدين من البرنامج تؤكد رضاهم وامتنانهم لبرنامج زايد للإسكان التي تسعى من خلال إقامتها هذه التصاميم لتوفير المال والجهد في ظل الغلاء المعيشي بيت العمر لطالما كان حلما يراود العديد ولكنه أصبح على أرض الواقع وذلك بفضل قيادتنا الرشيدة وجهود برنامج زايد للإسكان لإخبار الدار محمد الجنيذي من منطقة السيوح الشارقة خلال وقاع مؤتمر صحفي تم الإعلان عن انطلاق فعاليات الدورة أثنية عشرة من معرض المنتجات الصينية الذي سيقام بمركز أكسبو الشارقة خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثامن من ديسمبر الجاري وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز أكسبو الشارقة خلال المؤتمر الصحفي أن معرض المنتجات الصينية في الشارقة يلعب دورا كبيرا في تعزيز التبادل التجاري بين الإمارات والصين حيث تعد الإمارات حاليا أكبر سوق للصادرات الصينية وثاني أكبر شريك تجاري للصين بين الدول العربية ويشارك بالمعرض أكثر من 150 عارضا يعرضون المأكولات الصينية والمنتجات الزراعية وأقام المعرض تحت رعاية وزارة التجارة الصينية وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز الصين العالمي لأتبادل الاقتصادي وتقني والمركز الصيني للآلات الميكانيكية والكهربائية في الشأن التعليمي ترأس سعادة محمد حسن عمران الشامسي رئيس كليات التقنية العليا الاجتماع الدوري للمجلس أو لمجلس أمناء كليات التقنية العليا الذي عقد بكلية التقنية العليا للبنات بالشارقة وتم خلال الاجتماع طرح عدد من المواضيع الاستراتيجية ومسار الكليات للعام الأكاديمي القادم وناقش أعضاء مجلس الأمناء تقريرا من لجنة شؤون الموظفين ولجنة التدقيق الداخلي حول ما هي عمل وصلاحيات اللجان المذكورة كما اطلع رئيس المجلس وأعضاء المجلس على تقرير تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد في الكليات بالإضافة إلى توزيع ميزانية 2014 وتأتي أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز عمليات التعليم والتعلم وتطوير المحصلات التعليمية وتلبية احتياجات القوة العاملة الحالية والمستقبلية بالدولة الاجتماع يعتبر مهم لعدة حاجات أول شيء في ميزانية السنة الجاي إن شاء الله طريقة أعداد الميزانية، توزيع الميزانية الآن كلية التقنية وعدد طلاق فيها زاد حوالي أكثر عن 20 ألف طالب فلذلك لازم نعد لهم كل الأشياء، المواد التعليمية، المدرسين، كل الحاجات اللي يحتاجونها إن شاء الله في هذا العام رح نشهد تشهد كليات التقنية دفعة كبيرة جداً في موضوع التوطين سواء في المستوى الإداري، في كل مجالات الإدارة، وأيضاً في نفس وقت مستوى التعليمية المجلس الإدارة حدد أنه في الأمور الإدارية مع أكتوبر 2014 إن شاء الله نوصل 30% مواطني من نسبة بدأناها نسبة قليلة جداً ونأمن إن شاء الله مع أكتوبر 2015 نوصل إلى 50% وحطينا أهداف في كل المجالات وبالهندسة والإنشاءات ختام الأخبار فأفضل الممارسات الدولية للتعامل مع الطلب المتزايد في المنطقة على قطاع الأنفاق والاستخدام الأمثل والمستدام للمساحات تحت الأرض كانت من بين الموضوعات الرئيسية التي تم تسلط الضوء عليها خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الإقليمي العربي الأول للجمعية الدولية للأنفاق حيث تستضيف جمعية المهندسين بالإمارات الحدث بالتعاون مع الجمعية الدولية للأنفاق محمد الهنيامي والمزيد من التفاصيل في تقريره التالي بمشاركة 600 خبير محلي ودولي انطلق المؤتمر والمعرض الإقليمي العربي الأول للجمعية الدولية للأنفاق تحت شعار الاستخدام المستدام للمساحات تحت الأرض في دول الخليج العربي الفرص والتحديات كل الأطياف من مصنعين واستشاريين ومقاولين وعلماء ومستخدمين لهذه كمهندسين يعني أصبح لهم نافذة على كل هذه المعلومات من خلال هذا المنتقى وهذه التظاهرة يهدف المؤتمر لاستكشاف الفرص والتركيز على التحديات المتعلقة بالاستخدام المستدام للمساحات تحت الأرض حيث تبذل دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية جهودا هائلة لتحسين أنظمة المرور على هامش المؤتمر افتتح معرض مصاحب ضم أكثر من خمسين منظمة محلية ودولية تعرض منتجاتها وخدماتها في مجال الاستخدام المستدام للمساحات تحت الأرض دولة تسعى لاستضافة المؤتمر العالمي في 2018 الذي يضم في حدود الخمس تلاف عالم خبير وهذا أيضا ثقة العالم بدولة الإمارات والاستقرار الذي فيها والنمو الذي فيها يدفعهم أيضا للمشاركة في مثل هذه التظاهرات تكريم الشخصيات المساهمة لتنظيم وإنجاح هذا المؤتمر كان شهادة من القائمين على المؤتمر لهؤلاء لدورهم الفعال عرفان الجميل لمن قدموا وساهموا في تقديم الكثير في هذا المجال أتصور من الأشياء المهمة أدبيا وأخلاقيا أن نقول لهم شكرا يعني بعد هذه الجهود وهذا الإثراء الذي كان وهم سبب فيه المؤتمر سيصلت الضوء على إدارة المخاطر في حفر الأنفاق في المناطق الحضرية من خلال عرض مترو كوبنهاقين كنموذج لأفضل الممارسات في هذا المجال والكثير من المواضيع ذات الصلة مؤتمر فتح أفاقا جديدة أمام المعنيين بهذا القطاع لتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى ريادتها بكافة المجالات والقطاعات لأخبار الدار محمد الهنيامي وختم أخبار الدار شكرا لكرم المتابعة لم يتبقى لدينا غير التذكير الأخير بأبرز وأهم العناول محمد بن راشد يشهد افتتاح القمة 34 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب تنفيذي شارقة برئاسة ولي العهد يطالع على مشروع جزيرة المجاز المقر الرسمي لاحتفالات شارقة عاصمة الثقافة الإسلامية تعاون كامل عشرين والذي يعبر عن مكانة الدولية عن السياحها لاتفاق في نيف اتضطت العديد من النتائج المثمرة هذا الإنجاز ومن هنا بين الدول الخليجية في نيف التمهيدي حول البرد نامج النووي الإيراني تطلع ليلان يتحقق قلب النجاح ليقود إيلان